اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتكرروا وراي باللفظ الصحيح سحراء سكايسكرابر ناضحات سحب أكثر حرارة ويندي عاصف ساندستورم عاصف رملية ستي يمكث اذكركم انكم تكرروا وراي نير قرب ايجبت مصر رسالة رايت معناها يكتب مرة أخرى وآخر شيء سون سون بمعنى قريب الآن مثل المعتاد راح أقرأ اللي موجود أمامنا كل ما أكمل جملة كل ما أصل لنقطة وأتوقف كل ما أكمل جملة المظلومين كنتوا تعملوا التالي إن كنتوا توقف الفيديو تقرأوا اللي قرأته ويترجموه للعربي بعدين تتابعوا حتى تشوفوا هل أنتوا بالفعل ترجمتوا بسكل صحيح ولا نبدأ القراءة دير رائد دير رائد ثم الجملة التي تليها أقرأ مرة ثانية دير رائد أقرأوا اللي مضلل بالأصفر ويترجموه للعربي أعطيكوا الترجمة لكن آمل أنكم الآن توقف في الفيديو تقرأوا اللي مضلل بالأصفر ويترجموه بالعربي أو على الأقل تعطوا معاني الكلمات اللي أنتم تذكرينها بعدين تتابعوا الفيديو المفروض ترجمتكم كانت كالتالي عزيزي رائد أنا في رحلة مدرسية إلى مصر ونحن نمكث في القاهرة إذن رايحين على مصر رحلة موجودين تحديدا في القاهرة خلونا إحنا نكمل على هذا النظام طوال هذا الرسالة قدامنا أنه كل ما أخلص جملة أنتوا توقفوا الفيديو تقرأوا وترجموا ما هو المعنى؟ أوقفوا وترجموا المعنى أنا أقضي وقتا رائعا إذن هو يقضي وقتا رائعا إنها المدينة العاصمة لمصر طبعا هو قصده عن كايرو عن القاهرة أنها هي كابتال سيتي كابتال سيتي يعني المدينة العاصمة إذن سيتي ماتها مدينة لكن كابتال سيتي العاصمة مع بعضها تتيجي بمعنى العاصمة إذا ما كنتوا حافظين هاي الكلمات لكابتال سيتي أوقف الفيديو وانقلها على دفتر انجليش واحفظها نذهب الآن إلى الجملة التالية أقرأ المرة الثانية هناك الكثير من المباني الطويلة ممكن تحكي العالية وناطحات السحاب الحديثة طيب يترى هل أنتوا بعدكوا بتقرأوا ورائي وترجموا لنرى there are old buildings too there is a famous museum مرة أخرى there are old buildings too there is a famous museum ماذا تعني هذه الجمل هناك مباني قديمة أيضا إذن في نطحات سحاب جديدة لكن أيضا بنفس الوقت في مباني قديمة أيضا هناك متحف مشهور هناك متحف مشهور آخر جملة في هاي الفقرة it's a very interesting city it's a very interesting city ما معنى هذه الجملة إنها مدينة مثيرة للإهتمام لأنه interesting ما معنى تمثير للإهتمام وأيضا تعني ممتع يعني لها معنيا هذه الكلمة نأتي الآن إلى الجملة التالية كايرو is in the north of Egypt it's a busy city كايرو is in the north of Egypt it's a busy city ما معنى هذه الجمل القاهرة في شمال مصر إنها مدينة مزدحمة بيزي معنى مزدحم طبعا إلها معنى ثاني مشغول لكن معنى مزدحم أنسب لهذا المكان طيب آمل إنكو لسا أنه كل ما أنهي قراءة الجمل في الأصفر إنكو توقف في الفيديو تقرأه وتترجموها قبل ما أترجمها أنا عشان يكون الدرس تفاعلي it's near the desert and it's very hot it's near the desert and it's very hot المفروض أن توقف في الفيديو تقرأوا بالإنجليش وترجموا للعربي وبعدين تتابعوا الفيديو ماذا تقول هذه الجملة؟ إنها المقصود القاهرة الكايرو إنها قرب الصحراء إذن القاهرة قرب الصحراء وإنها حارة جدا إنها حارة جدا يترى ترجمتكو كان قريب من هذه الترجمة؟ نذهب الآن لنقرأ الجمل الثاني البعديها it's hot hotter it's hotter than a man in the summer it's about 35 degrees centigrade أقرأ مرة أخرى it's hotter than a man in the summer it's about 35 degrees centigrade يترى ما معنى هذه الجمل؟ تعني إنها أكثر حرارة من عمان طبعا هم بيحكوا عن الكايرو القاهرة عاصمة مصر إنها أكثر حرارة من عمان في الصيف حاولوا الترجمة القبلي إنها تقريبا لاحظوا هون about معنى تقريبا إنها تقريبا 35 درجة مئوية إذن في الصيف درجة الحرارة في القاهرة 35 درجة ولاحظوا إنه القاهرة hotter hotter than أكثر حرارة من أكثر حرارة من عمان نذهب الآن إلى الجملة التالية there are some hills but there aren't any forests عيد there are some hills but there aren't any forests لا تنسى تقرأ وراي حتى تحسنوا القراءة وترجموا حتى تتذكروا المعاين بشكل أكثر ما معنى هذه الجملة؟ هناك بعض بعض ماذا؟ بعض التلال طيب لكن ليس هناك يعني لا يوجد أي غابات إذن الكايرو نحن نحكي عن الكايرو في هناك تلال بس ما في غابات خلونا الآن نكمل ونقرأ الجملتين يلي بعديها تمام it's windy and sometimes there are sandstorms in the summer أمان isn't as windy as كايرو عيد مرة أخرى it's windy it's windy and sometimes there are sandstorms in the summer أمان isn't as windy as كايرو ما معنى هذه الجمل؟ معناها إنها عاصفة يعني القاهرة عاصفة يعني كثيرة الرياح إنها كثيرة الرياح أو عاصفة وأحياناً وأحياناً هناك عواصف إيش؟ عواصف رملية متى؟ في في الصيف إذن القاهرة windy يعني عاصفة فيها رياح كثيرة عمان ليست ليست عاصفة يعني ليست كثيرة الرياح مثل القاهرة لأن تذكروا في الدروس السابقة إحنا حكينا عن as إنها معناها مثل وحكينا عن هذا الأسلوب للمقارنة إنه isn't as تحكي بعدين صفة as يعني ليست مثلاً حارة أو ليست عاصفة أو ليست باردة مثل وتعمل طرف آخر للمقارنة موجود هذا الكلام في الدروس السابقة كايرو isn't on the coast but it's on the river Nile it is the longest river in the world أعيد الجمل مرة أخرى كايرو isn't in the coast but it's on the Nile on the river Nile it is the longest river in the world فيترى ما معنى هذه الجمل تعني القاهرة ليست ليست على الساحل cost معنى هذه الساحل إذا ما بتعرفها يريد توقف الفيديو الآن تكتب كلمة cost على دفتر الإنجليش ومعناها ساحل إذن القاهرة ليست على الساحل لكنها على نهر river نهر النيل على نهر النيل إنها أو إنه المقصود في نهر النيل إنه النهر الأطول long طويل longer أطول the longest الأطول هاي من صيغ المقارنة ومفاظرة طيب إذن إنه نهر الأطول في العالم في العالم نقرأ ما تبقى من هذه الرسالة it's amazing i like kaira a lot write soon سليم it's amazing i like kaira a lot write soon سليم ما معنى هذه الجمل إنها مدهشة أو رائعة أنا أحب القاهرة جداً أو كثيراً أحبها كثيراً أكتب قريباً سليم هذا طبعاً اسم المرسل سليم الآن إحنا شو عمنا؟ قرأنا هاي الرسالة وحكينا إيش معناها طبعاً كان أمل أنه أنت بالفعل قرأتوها وترجمتوها كمان معي الآن مفروض نذهب إلى أين؟ إلى هذا التمرين أي نفس التمرين إلى هذا الجمل المفروض أنه نقرأها ونعبي الفراغات من خلال الكلمات الموجودة هنا في هذا الصندوق الجملة الأولى محلولة لدينا لكن عشان من باب الفائدة بدي أقرأها وأنتو تعطوا معناها there are lots of tall buildings and skyscrapers in Cairo أوقف الفيديو اقرأوا الجملة وأعطوني معناها في الإنجليش بعدين تابعوا الفيديو المفروض ترجمتكم كانت كالتالي هناك الكثير من المباني العالية لو قلت الطويلة عادي وناطحات السحاب في القاهرة طيب ممتاز إذن الجملة هاي استخدمت كلمة skyscrapers نأتي إلى الجملة الثانية ماذا تقول الجملة الثانية سليم سليم near the فراغ in Egypt سليم is staying near the in Egypt هل فهمين هاي الجملة؟ يلي توقف الفيديو واترجموها المفروض ترجمتكم كانت إنه سليم يمكث بقرب فراغ في مصر يمكث بقرب ماذا؟ هل بقرب desert يعني بقرب الصحراء بقرب أكثر حرارة طبعا غير منطقي صح بقرب عاصف طبعا لا بقرب يقطن أو خلنحكي يمكث بقرب العواصف الرملية أنسب شيء إنه يقطن أو يمكث بقرب desert اللي هي الصحراء إذن راح نكتب هون desert بقرب desert الصحراء أوكي now نكمل طبعا هذا الجملة أيضا هي مكتوبة أصلا في الرسالة قرأناها قبل شوي نذهب إلى three إلى sentence three sentence يعني جملة Cairo is فراغ than a man in the summer أتوقع عنها سهلة أوقف الفيديو اقرأوها ترجموها حلوها وبعدين تابعوا الفيديو فتصور إنكم قرأتوها وحكيتوا إنها القاهرة أكثر حرارة من عمان في الصيف إذن أنا إيش راح أكتب هنا راح أكتب hotter hotter يعني أكثر حرارة hot حار hotter أكثر حرارة الآن الآن إذا إنكم كنتم متفاعلين معي بشكل مناسب بتصور الآن سهل عليكم إن شاء الله إنكم توقف الفيديو تقرأوا الجمل اللي ظلت عنا تقرأوها وترجموها وتحلوها إذا المطلوب منكم أوقف الفيديو اقرأ الجملة أربعة وخمسة ترجموهن افهموهن وحلونا إياهن من هون آمل إنكم عملتوا بنصيحتي وحاولتوا تترجموا وتقرأوا وتحلوا بأنفسكم نذهب إلى سنتنس فور الجملة الرابعة وأذكركم أنه قصدنا في الدروس في الفيديوهات أنه يزداد فهمكم للغة الإنجليزية مش بس قضية تشوفوا الحل أوكي نذهب إلى الجملة الرابعة sometimes there are فراغ in the summer المعنى أحياناً هناك في الصيف هناك إيش في الصيف إيش في الصيف sent storms sent storms أحياناً هناك عواصف رملية sent storms أوكي نذهب الآن إلى آخر جملة الجملة الأخيرة تقول a man isn't as فراغ as cairo كيف أفهمها عمان ليست لأنه إذنك ليست وأقفز عن فهم الآز الأولى بينما ترجم الآز الثاني إذن عمان ليست فراغ مثل القاهرة ليست ماذا؟ ليست ويندي ليست كثيرة الرياح مثل القاهرة ويندي لأنه ويندي ما تعاصف أو كثير الرياح هيك إحنا بنكون هذا التمرين قرأنا ما فهمنا استفدنا منه بحيث لو جاء مثلا في الامتحان جاوبوا عنه بشكل صح كمان استفدنا منه في تحسين نهارة القراءة استفدنا منه في تحسين حفظ الكلمات وأيضا قدرنا نستخدم الكلمات اللي في الصندوق ونوزحها على الفراغات إذن نذهب الآن إلى التمرين التالي التمرين التالي هو تمرين number six التمرين السادس هذا التمرين الهدف منه تحسين مهارة الكتابة تحسين مهارة الكتابة وتأليف الجمل وبناء الجمل واللي هو شيء في غاية الأهمية لكل واحد يتعلم لغة انجليزية write اكتب ايش بدك تكتب المطلوب منها انه نكتب هون رسالة طبعا هاي الرسالة رد على الرسالة اللي قرأناها قبل شوي فانت اللي كتب الرسالة قبل شوي اسمه سليم فانت بتبدأ بيدير سليم عزيزي سليم يعني بتوجه الرسالة لسليم ومعدين هذا المنهاج او كتاب المنهاج عندهم توصية انه تكون هاي الرسالة عبارة عن رد للرسالة السابقة وتكتب فيها عن رشلة مدرسية انت قمت فيها لانه الرسالة السابقة كانت عن رحلة مدرسية فانت ترد عليه برحلة مدرسية اخرى وايضا بدنا ننتبه الامر البانكتشويشن اللي هي علامات الترقيم ايضا في عندي هون مشكلة في علامات الترقيم يعني دير سليم المفروض ايش اضع بعديها فاصلة تمام اذا دير سليم فاصلة فننتبه انه نكتب مع علامات الترقيم سواء الفواصل او النقاط مثلا بشكل سليم طبعا كتابة هاي الرسالة ممكن تختلف من طالب لاخر من شخص لاخر لكن انا بدي اكتب شيء مقترح وانت ممكن تلتزم في هذا المقترح او تخرج عنه وطبعا اذا كتبت شيء من عندك بيكون افضل لكن ممكن تنظر كيف انا رح اكتب عساس انه تستفيد من الاسلوب اللي كتبت فيه طيب نأتي الان ونكمل اذا دير سليم عزيزي سليم thank you for your letter انت تشكر تقوله شكرا على رسالتك نقطة خلصنا الجملة الان شو راح نكتب الان مفروض تكتب عن رحلة الان اللي بقترحه انا انه نكتب انه في الاسبوع الماضي ذهبت في رحلة مدرسية الى عجلون مثلا وكان هناك الكثير من الجبال والتلال ونحكي انها يعني مدينة او خلنحكي انه المكان place انه المكان جميل جدا وكمان نحكي انه انت شفت الكثير من الحيوانات بس هيك بهالبساطة هاي اذا من نحكي الاسبوع الماضي رحت في رحلة مدرسية الى عجلون اه كان هناك الكثير من الجبال والتلال وتحكي كمان انا رأيت العديد من الحيوانات اخر اشي تحكي اه كان مكان جميل جدا بعدين نأتي انه المكتب عندي هون اكتب مرة اخرى قريبا واسمك تمام الان خلينا اكتب انا وياكو مع بعض شكرا على رسالتك الان بدي احكي الاسبوع الماضي حاول تحكي المعنى قبلية ايش مكانت الاسبوع الماضي last week فاصلة فاصلة last week ايش بدي احكي انا ذهبت i went اعمل انكم تحاولوا تحكي المعنى قبل ما احكي انا انا ذهبت في رحلة مدرسية on a school on on school a school trip اوكي لاحظوا ان اما نحكي في رحلة مدرسية ما بنحكي in نحكي on on school trip اوكي الى عجلون to اج learn طبعا اجلون اول حرف لازم يكون a capital لانه اسماء المدن والاماكن نبدأها بcapital كيف نحكي هناك الكثير هناك الكثير هناك الكثير من الجبال والتلال كيف نحكي هناك معتها there are الكثير من a lot of هناك الكثير من اوكي الجبال ما معنى الجبال mountains 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 والتلال and hills نقطة طيب تمام ايش من نحكي اشي هون هسه بدي احكي انه انا رأيت الكثير من او العديد من انا رأيت العديد من الحيوانات كيف احكي بالانجليزي انا رأيت العديد من الحيوانات اذا بتقدر تحكيها انجليز لحالك اوقف الفيديو حكيها بعدين تتابع الفيديو المفروض حكيت انا رأيت اي سو اي سو العديد من many animals الحيوانات صح ولا نقطة اه نحط فاصلة ايش معنى تو هون ايضا انا رأيت العديد من الحيوانات ايضا اخر ايش من نكتب هون من نحكي انه مكان جميل يعني عجلون كيف نحكي انه بحكي it is اللي هي it's a beautiful place انه مكان جميل نقطة اوكي نأتي الى هنا مكتوب عندي write again soon اكتب لي مرة اخرى وهون ايش تكتب اسمك هون تكتب اسمك انت بهاي الطريقة احنا لكم كمنا هذا الشيء اذا ما كنتم مشتركين بالقناة وحابين شوفوا ديهاد جايي لا تنسوا الاشتراك في القناة لا تنسوا الاعجاب في الفيديو اذا كان مفيد لكم نراكم ان شاء الله في الفيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة و screen اه دعوان اشتركوا في القناة ورحمة atheist اشتركوا في القناة